مولانا هل ينفع حد يسوف أو يماطل في حقوق ومواريث بسم الله الرحمن الرحيم صدق ربنا عز وجل فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذي قال إن الله لم يدع أمر المواريث لنبي ولا لولي ولكن تولاها بنفسه فيعطوا كل ذي حق حقه وبعد أنا أقولها بصراحة في مورسات بيئية من بعض أفعال جاهلية بفعل أعراف لا تمت إلى صحيح الإسلام بصلة وبالذات فيما يمس أحكامها بعد الموت من الوصايا والمواريث في بيئات بتهضم حقوق المرأة أو تأكل أموال اليتام ظلمة بمبررات شيطانية مع إننا إذا نظرنا إلى آيات المواريث في صورة النساء سنجد يوصيكم الله وصية من الله فريضة من الله تلك حدود الله فيش كلام بعد كده ده إيه؟ ده سبع آيات يعني فيها هذا كله فبعض الناس يستولى عليهم الطمع والجشع ويأتي الشيطان بتبريرات أو تزويرات ودي مشكلة خطيرة جداً موجودة للأسف في بلاد الإسلام الذي ينص دينهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتائز القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون والله سعدتك وصفتك نيابي وإعلامي ربنا يديمك فيما أقامك فيه لو أتيت بجهابزة أسازة القانون الدولي والدستور ليضعوا دستوراً للبشرية لن يجدوا مثل ما جاءت فيه أو ما جاء في هذه الآية شوف ثلاثة وثلاثة ست إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتائز القربة إيتائز القربة يبقى لك إن الأول العدل والإحسان وإيتائز القربة المقابل ينهى عن إيه الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون مانع المراس مماطل المراس مسوف المراس على نقيد هذا إن الله يأمر بالعدل ويتعامل بالظلم بالإحسان ويتعامل بالجحود إن الله يأمر بالإحساء بالعدل والإحسان وإيتائز القربة هو بيهجر ويقطع ذي القربة أو ذا القربة ما تيجي لثلاثة المحذورات ينهى عن الفحشاء منع المراس من أكابر الفحشاء يبقى ينهى عن الفحشاء والمنكر أتى بأعظم الجرائم المنكر ثم يختم ربنا البلش لأنه بغى على حقوق الناس طمعا وجشعا بالمماطلة والتسويف والغريب بقى والعجيب والمحير قد تجد عليه سمت التعبد للشعائر يهرول إلى المسكت ويذهب يؤدي الحجة والعمرة ويعفل لحي ويقصر السوب ويمسك مسبحة ويلبس عمامة ملونة وبعدين تلقى يمنع أخته من المراس ما تسعالش مني أنت من واجه إبل وأنا من واجه إبل أنا من الجيزة آخر جنوب الجيزة وسيرتك من أسيط أصلا أليس كذلك؟ مشكلة لا تقل عن 80% في الصعيد وفي مطروح وسيوى وسيناء ومناطق شعبية ومناطق رفية يقول لك لا نعطي المرأة مرسها ده المرأة المال هيروح لإيه؟ للغريب وتكون المرأة في أمس الحاجة إلى هذا المرأة من أبيها هدت بلك أو أياً كان بقى أو من أمها ويأتي الوغد أياً كان الوغد ويمنعها مرسها وهي في مسيس الحاجة وقد لا تتكلم حياءً كعب thoughtful